اشتركوا في القناة عاملة بروتين افتر كير عاملة بوتوكس طبعا هنتكلم باستفاضة عن المكونات الجديدة اللي لقناها في البراند الكامل ده مع ضفتنا اللي سابت اسكندرية ونوارة القاهرة ريما نوارتين عاملة ايه؟ مبسوطة ان انا قاعدة معك في رئيسي ربناي خليك وتكلمينا بقى على المنتج الرائع اللي انا شفت النتائج بتاعته والصور انبهرت الصراحة بص يا سلمة هو احنا عندنا حكتين اروع من بعض اول حاجة هنتكلم عن توليب اللي هو البروتين اه بروتين توليب ده من شركة ناتورالي برازيلي طبعا اخذ كل التصريح بتاعته في السعودية وفي البرازيل منتج امن تماما على الاطفال وعالحوامل اول منتج فيه معامل حماية من الحرارة فعليا ما شاء الله يعني لو اي شعر عندي متضرر اي شعر معمول فرد سحب لون اي حاجة ده امان المنتج بقاله قد ايه اصلا موجود في السوق ثلاث سنين ما شاء الله الحمد لله يعني عمل نجاح قوي جدا المنتج له لاين كامل مجموعة العناية مجموعة العناية بتاعته بعد البروتين طبعا يعني مجموعة معمولة مخصوص للحفاظ على الشعر بعد البروتين ينفع بقى تقولي ان التركيبة نفسها ايه اللي يخلى يعني خلى المنتج نجاح النجاح الجميل ده فيه اكيد حاجة فيه بتميزه عن بقية المنتجين اول حاجة التوليب طبعا معامل الحماية بالحرورة ده بيخلي الشعر بعد ما بتخلص الجلسة بتاعتك الشعر بيبقى صحي جدا وملمس الشعر بيبقى عامل زي الكاشمير المنتج الوحيد بيدي شكل الكاشمير فعليا تمام فيه عندك البنسينول بيعمل ترطيب قوي جدا جدا على الشعر وبيحافظ على الشعر طبعا كلنا عارفين ترطيب البنسينول عامل زي فالتنين عاملين مع بعض بوم مع التوليب يعني طيب الحمد لله قوليلي بقى انت جربتي هل المنتج ده ينفع لشعر افريكي شعر متوسط شعر اللي هو الضعيف المتضرر ولا انت جربتيه مع كل الشعر عشان تقدروا تحكمي المنتج ده انا هشتعل بيه لاني شعر بص يا سلمة المنتج ده فضل ربنا بيشتغل على كل الشعر حلو جدا بس الخبير اللي شغال ايد الخبير اللي شغال هو اللي ممكن يطلع منه نتيجة مع الافريقي وممكن كمان يطلع منه يحفظ بيه على اضعف الشعور ازاي لو وقت معين لو طريقة معينة في التوزيع لو شغل كده لازم خلي الكلام انا عايزاكي المشاهدين اللي بتتفرج علينا دلوقتي بعندهم فوبيا من كلمة بروتين ليه؟ لان انت عارفة دلوقتي اي حد بيروح يشتري ببليس ببروتين مايعرفش تركيبته ايه هي طمعني شعر فبيشتغل الكافرات اللي بتشتغل من غير دراسة وبشكل مفوش اي احترافية خالص فاحنا عايزين نتهمن الناس عشان تعمل بروتين تختار المكان الصحي فمن خلالك بقى انا عايزاكي تقول لهم ان الشركة بقى التوفر كمان متخصصات فنتكلم في النقطة دي بقى بص يا سلمة موضوع البروتين بقى عامل زي كومبيلا الموقوطة يعني ايه بتقولي لحد بروتين بيجيلو فوبيا جسمه بيقاشعر والله بجد بقى امانة ايه بتقولي لحد بروتين بروتين لا دا بيقق اي شعر دا 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 ليه؟ انتو بتختاروا الاماكن الغلط وبتروحوا فيها بتجروا ورا العروض الغريبة ما انتوش بتسأله ولا عارفين المادة اللي بتتحطي على الشعر ايه؟ طريقة التطبيق ازاي؟ مين اللي حيطبق؟ مين؟ خبرته ايه؟ وانتو بقى الشركة بتوفر دا هل انا كل حد بيجيلي بعمله بروتين؟ لا طبعا حالات كتير جدا بتترفض ليه؟ شعرها لا يصلح هو مش شغله خلاص دي مادة تجميل مادة تجميلية هل الشعر نفسه في حالة استعداد ان هو يستقبل البروتين؟ لا طبعا مش كل الشعور فمين اللي يحكم على الكلام دا؟ مش اي كوافير الفكرة بيعمل بروتين؟ اغلب البنات مثلا اللي بتبقى مقابلة على الزواج حطه في مهنه اساسي لازم تعمل بروتين عشان يبقى شكل الشعر حلو في قبل الجواز وكده ما بتهتمش يا الفكرة بقى هي رايحة تعمل شعرها ممكن الشعر فيه ناس بتتساقط عالية فيه أناميا ما بتعمش سورة دم فيه مشاكل كتير بقى انت بقى لو انت حد مجبر ان هو يعمل ده بالظروف ما بتنصحي بايه؟ بص يا حبيبتي احنا عاملين دلوقتي مورفرين متخصصات لحد البيت يعني ايه الشركة بتاعتنا بفضل الله عندنا اكبر فريق متخصصات مدرب على احدى الصيحات من اكبر الدكاترة ان هي هتجيلك لغاية البيت هتشوف هتفحص حالة شعرك وتشوف هل انت شعرك يناسب يناسبه اني منتج؟ هل البلو بيري احنا مكلمناش عن البلو بيري احنا لسه عايزين عشال الحالة تخلص مننا وننسى نفسنا البلو بيري ده اسطورة ما شاء الله ده البلو بيري ده يعني الطليب منتج منفرد بمكونات وبكل حاجة البلو بيري اول منتج اللي هو الاسود اللي هو الاسود اللي هو السودة تمام اول منتج فيه مصححات لون عالية اه يعني ده حلو جدا لشعر المسبوها جدا جدا ما يغيرش اللون حاجة لون احمر بتشتغلي على شعر اسود بيفضل اسود تشتغلي على شعر اصفر لو فيه ارناجة او فيه مشكلة هو بيعدلها حلو جدا لو انت بتشتغلي على شعر مثلا معمول احمر غالبا وعادة واحنا في شغلنا الاحمر بيتعمل بعد البروتين لانه لازم بيقرنج او بيقلب للوم الاصلي فعلا بتحاول بالحرارة كمان والاحمد تمام مع البلو بيري لا انا عنافسي لازم اجرب المنتج ده رائع رائع احنا بنتكلم احنا بسم الله ما شاء الله احنا البروتين خلاص فنيتا ما شاء الله خلصنا البلو بيري البوتوكس فاضل منه كمية صغيرة البوتوكس البلو بيري احنا عرفنا ان المنتج ده للشعور اللي هي المزبوغة افضل عشان لونه مش بتغير لجميع انواع الشعور يعني حتى لو شعري مثلا اسود بيور لما بنيجي نشتغله بالبروتين ممكن بيصفر معي شوية مع الحرارة تفاعل المادة مع الحرارة بتتغير الدرجة مع البلو بيري لا انا حامل شعري وهو اسود وهيفضل اسود البوتوكس البوتوكس او البوتوكس مادة الانولين بالكافيار واو رهيب انتي بتغريني انا نفسي انتي بتعمل تكلمي على تركيبات التركيبات دي مش اي مصنع في البرازيل بيشتغل بيها لان التركيبات دي الناس اللي بتفهم في مجال الكيميا عاماتا والتركيبات ان التركيبات دي اصلا المواد غالية جدا فاغلب المصانع اللي بتبقى في البرازيل بتتحكم عشان سعر معين فلازم تحط مكونات على قد السعر زي ما بيقول اي مش اي مصنع بيحط التركيبات دي احنا بقى عندنا مادام وفاق صيام صاحبة شركة ايه دابيو كير ربنا يبرك له ويخلها لنا يا رب امانة وزمة وضمير لا هيا استاذة وفاق يعني من خلال الكاميرا دلوقتي والبرنامج هي حد بيسنى ان شاء الله الاسم نفسه عالم في مجال سوء البروتين كله ربنا يحميه ويحفظه الله يا رب اكيد ده ما عملت منتج ومحتوث اسمها عليه المنتج ده الناس هتقدم غمر شهد الضمان جي حقيق لا فعلا هي حد عنده ضمير قوي 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 وبينخاف ربنا فمش مهم المكسب قد ما هو مهم الكوالاتي بتاع المنتج ايه اكيد تمام يعني المنتجات بسم الله ما شاء الله يعني مش محتاجة حاجة من بار الافتر كير شامبو بلسم وحمام كريم وامبولات بمطارات الفضة الامبولات كولاجين هل العميل اللي بتستخدمها بشكل مباشر ولا المتخصصة هي اللي بتعمل بها جلسات هاقولك يا سلمة هي بتستخدم للاتنين العميلة بتاخدها بتستخدم للبشرة يعني امبولاتي للبشرة 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 للشعر وبتضافها لحمام الكريم بتضافها على الترميم بتضافها على جلسة البروتين ان شاء الله يعني استخدمتها كتير جدا جدا يعني انت عما يتقدمي اغراءات والله يبا اغراءات يعني انا عنافسي ينبرز ايه ولا ايه دلوقتي كله تحت امرك ربنا خليتي طيب لو انا دلوقتي عندي واحدة حامل انت بتقولي ان المنتج ينفع للحوامل امت بتشتغلي من الشهر الكام ولا انت بقى خلاص الموضوع عندك مفكوح بنعدي شهور هو طبعا امان تمام بس زيادة امان بنعدي شهور الاولى بنعدي شهور الاولى طيب على اقل الخمس شهور الاولى وبعد كده خلاص لو متخصصة بتتكلم معاكي بما انك وكيلة الشركة وبتقولي كان عايزة فيه ثلاث منتجات اه وانا شغلي بيجي مثلا شعور معينة بتنصحيها بمنتج معين تشتغل بيه ولا بتنصحيها بمنتج واحد تشتغل بيه لكل شعور بص يا سلمة ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه اه مفيش حاجة اسمعها منتج لكل شعور ده اللي انا بقوله مينفعش صح لا يصلح كل شعر له منتج مناسب ليه كل شعر له حاجة المناسبة ليه يعني شعر مهلوك قوي لازم اشتغله بالطليب طبعا تمام لازم احافظ عليه وزبطه كده وتلعه وبقى وعمله الترميم بالطليب وكده هو الشعر بتاعنا اصلا دلوقتي في مصر نادينا ما تلاقي شعر صحي للأسف بس بقى ده بيبقى راجعة للموتة خصصها اللي شغالها بتبقى عارفة تتحكم في الشعر القدام منحس بقى الحرارة اختيار المادة امتت وهي شغالة تقول لا استوب انا مش هينفع اشتغل مكو تاني بص يا سلمة في حاجة كمان كنت عايزة اقول عليها طبعا في السناتر طبعا انتش عارفة الحاجات اللي بتتبع في الجرام في المحلات المنتجات الشعبية منتجات الشعبية وطبعا كله بيجري يجيب الجرام ويعلو الحرارة على اعلى حاجة بس والله مش مكياس انا بشوف فيه اماكن في مناطق راقية جدا وبتشتغل باسعار باهزة وفي نفس الوقت بتلاقي عندها منتجات راديئة جدا طب انا كعميلة بقى بختار مكان محترم ومكان راقي والسعر انا شايفها سعر اوفر فهقول لا ده اكيد جايب لحاجة واو احنا دلوقتي من خلال بقى الحلقة النهاردة عايزين نقول ان انت بتوفري عندك فريق كامل فريق كامل في كل محافظات مصر لغاية السعودية ما شاء الله اي حد محتاج يعني انا هتصل هقولك انا عايز اعمل شعر بروتين انت بتكشفي الاول على الشعر طب تبعتي لي صورة الشعر بعرف حالته بقولك هل اصلا يصلح ان هو يتعمل او لا حلو جدا تمام وعلى اساسه طبعا بفكرة متخصصة لغاية البيت دي الفكرة دي رائعة يعني طبعا متخصصات برفشنة المؤهلين ناس اخده كورسات ناس اكاديمية ناس مدربة مش اي حد ماسك مكوى بيشتغل بروتين ونرجع نعاية ونقول شعرنا بيقع ونرجع نعاية ونقول بروتين بيحقش في حاجة تانية انا عملت شعري هل انت تبديني النصايح امشى عليها بعد الساشن بتاع البروتين ولا انا مجرد خلاص عملت شعري وستوب بقى طيب عايزين بقى من خلال الكاميرا بتاعتك بشوية نصايح كده للمشاهدين مش مجرد بقى احنا جايين نعلن عن المنتج لا احنا كمان بنحاب نقدم نصايح فقولينا بقى من خلال خبراتك انت في المجال بصي انا اولا انا بقى لي في المجال بقى لي 15 سنة ماشاء الله طبعا اهلت نفسي ودربت واشتغلت على نفسي كتير جدا ابتدت ان انا اعرف تركيبات المواد وابتدت ان انا افهم كل شعر ايه دنيته واظروفه عشان اعرف اشتغل وانا افهمه صح فاولا لما بتجيلي عميلة اولا انت في نيتك ان انت تشتغل بروتين او تعملي شعرك تعال جيب البروتين هتعملي ايه بشتغل بحط الزيوت بحط الكريمات بحط اي حاجة على شعري اوقف تماما قد ايه؟ من قبل الجلسة بشهر اذا انا تقوي كسبوع كنت لسه اقولك فيه ناس شكل شعرها صدقيني من غير اي سيروم او حاجة صعب جدا انا ممكن اقول لعميلة هتخسل شعرها ثلاث سيام تتصب تقولي سلمة انا شعري كده مش طيقة منظري وبقى ناشف جدا هنقول السبب ايه؟ السبب ان الشعر بيختزل الدهون مهما تخسلي فيه انت بيتهيق لك ان هو نظف خلاص وهو اريد شكله بالنسبة لك نظف بس بيكتزي يطلع المخزون بقى اللي ضاب بيبقى مخزن زيوت التخزين الزيوت ده هوت مع نتيجة ما بتبقاش تماما بتلاقي النتيجة مش هي نتيجة البرفشنة اللي هي المفروض ان انت تشوفيها لو انا بدهن الضيان التقيل الزيوت التقيلة طب انا ينفع قولها قبليها بشهر استوب وقف الزيوت دي وندهن حاجة لطيفة خفيفة شوية ما تبقاش كتير ممكن سيرم وقبل مثلا ما بتدي الجلسة باسبوع ابتدي ان انا اشتغل على شعري بشامبو ممكن اقول قسمي ولا شامبوهات القشرة شامبوهات القشرة شامبوهات القشرة ما فيهاش مرتبوهات شامبوهات الاطفال اللي هي ما فيهاش كيموهيات بس القشرة كمان اقوى ومية سخنة وبخسل شعري كويس قوي 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 لغاية تم اروح الجلسة بتاعتي عشان اشتغل والمتخصصة الخبيرة تغسلي بالكليريفاينج اللي هو هي اهل شعري ان هو يستقبل يفتح الحرشيك بتاع الشعراية ومسام الشعر ان هو يستقبل المادة تمام هنا دي مهمة جدا تحضير الشعر احنا كده اتكلمنا على تحضير الشعر قبل الساشن بتاع البروتين بعد بقى احنا خلصنا خلصنا لا انا عايزة بقى اقول حاجة مهمة اه طيب معاك اثني الجلسة بتاعتي البروتين اوكي يا جماعة فيه مواد بتشطف احنا النهاردة مش بنشتغل على شعر هل التركبات دي بتشطف؟ كل المواد بتاعتي بتشطف شطفي كامل او 50% حسب حسب الشعرية لا مش حسب الشعرية بس حسب ايد المتخصصة اللي شغال في التوزيع يعني متخصصة كريمة ودة الشعر حقه لازم نشتف شطفي كامل متخصصة بتوزع بالزبط على الاد نص شطف متخصصة حتى البوتوكس بتشطف؟ اه طبعا انا البوتوكس بشطف شطفي كامل ونتيجة بسم الله ما شاء الله بدون اي اضافات 100% اللهم بارك لا انا على نفسي انا هاخد ايد شوية عينات كده بعد الحلقة ولازم اجرب بنفسي طبعا لان انا عارف انا انتي لما اتكلمنا عن المنتجات والتركيبة وشفت الثور انا فعليا انبهرت مش بقول كده عشان خاطر احنا في البرنامج او في الحلقة على فكرة دي نتائج متخصصاتنا بكل مصر يعني الشغل بيخلص بيبعتولي قابله وبعد واشوف طيب عشان خاطر وقت الحلقة بتاعنا بيبتدي كده واحنا نسيين نفسنا شوية واحنا محتاجين ساعات طبعا اكيد طبعا وليلنا بقى بعد الساشن ايه النصائح اللي انتي بتقوليها بعد الساشن للعميلة اوكي اول حاجة ماينفعش اربط شعري بتوكة او بعنف او اي حاجة لان الشعر بعد الجلسة بيبقى عامل بالضبط زي العجينة سي السلسول بيبقى طري جدا اي وضع حاخده للشعر حيفضل ثمت عليه تمام الشعر في الصيف لازم يتغسل على الاقل على الاقل مرتين في الاسبوع لو ما كانش يوم ويوم في الرطوبة اللي احنا فيها دي لان الرطوبة طبعا بتأثر على النتيجة وتأثر على الشعر تمام الدهون دي بتتعجل بالنتيجة بتاعتي تمام لو حنزل بسين لو حروح بحر لازم يكون فيه واقي لازم يكون فيه واقي من الشمس ومن العوامل بقى الاملاق السيرم بتاع المجموعة الافتر كير ينفع واقي ينفع واقي بس برضو لازم قلب سبونيه ولازم بقى فيه حاجات تانية ممكن بقى يعني لما يتكلموني وحقولها لهم بتعمل كورس فيتامينات بقى وحاجات تانية فيه مواد تانية بتعمل بحطها على الشعر بتعمل كافرينج ما بين الشعر ويوم ما بين الحالة اللي انا فيها كلها تمام وكمان في نفس الوقت مع الشمس وكده بترمم الشعر لما اجي اغسل شعري ألاقي شعري نسرق منك نصيحة بقى للمشاهدين شعر ضعيف فيه تساقط عايزين وصفة طبيعية وصفة طبيعية بصي اول حاجة طبعا لازم نشوف تساقط مشكلته ايه هل هي حالة مراسية اغلب التساقط اللي انا لمسته الفترة دي استرس فدقيني وقال بصي ممكن الناس مش عندها انامية ولكن مش بتاخد كل العناصر الغذائية اللي البشرة عايزها واللي شعر عايزة والكرام دا بعيد بقى عن الاكل اذا في ناس مطاعش تاكل سلاطاوها مطاعش تهتم باكل وجبة السمك من راتين في الاسبوع انا عنافسي فشلة في الموضوع ده حاليا بقى بعود ده فيتامينات بنعود بقى فيتامينات طبعا لازم اساسي الأوميجا الأوميجا سوية تمام فيه اي تانية فيه مجموعة فيتامين الخلاطات الطبعية بتغني عن الفيتامينات ولا لازم لا لازم دامع دا وقابل بالضبط كده وقبل ما اقول داخلي وخارجي لازم اعرف السبب اصلا ايه ما انتي ما بقاش انا ماشي في اتجاه او ما نبقاش احنا ماشيين في اتجاه والدنيا ماشي في اتجاه تاني لان طول ما هي عندها تساقط نتيجة انيميا او غدة او اي مشكلة داخلية في الجسم عمر اللي انا بعمله لو اعتنيت سنة ما هيجيب نتيجة فلازم الاول عشان اعرف اتجاهي معها ايه فلازم اعرف حالة شعرها ايه ودنيتها ماشية ازاي طبعا صورة الدم والكلام ده كله وعلى اساسه ببتدي ان انا بقولها تعمل ايه وصفتها ايه بس اهم حاجة عايزين نقولها يا جماعة زيوت اكتر من ساعتين ما بتتحطش على الشعر تمام البوتوكس بقى احنا اتكلمنا شوية عن المنتج البروتين البوتوكس اللي يفرقوا مع البروتين يعني ايه الفرق ما بين الاثنين هل ده اضعف احمد وقال الكلام ده بصي هو البوتوكس معروف تصنيفا ان هو اعلى من البروتين اعلى اه يعني هو المفروض ان البوتوكس اعلى من البروتين لان بيبقى فيه نسبة ترميمات ونسبة معالجات اعلى تمام فالبوتوكس احنا بيرشحه كمان للحالات الشعر اللي هو الضعيف قوي حالة تمام خصوصا اطفال خصوصا اطفال والاطفال لو انا عندي 3 منتجات وعندي طفلة 8 سنين مثلا احطار ايه اقمن من بعض ان شاء الله والله اقمن من بعض اوه حيحيرني يعني اذا حيحيرني انا عايز اقولك انا مبسوطة جدا 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 بالحلقة معكين هارضا لازم نتقابل في حلقة تانية ان شاء الله وانا عن نفسي يا جماعة هجرب المنتجات دي وهنزل فيديوهات على البيتجي بتاعتي على الصفحة لو الناس اللي متابعيني مبسوطة جدا تاني مرة باللقاء وبشكر استاذ وفاق صيام على المنتجات الرائعة اللي انت عاملهن وان شاء الله بإذن الله بإذن الله نلطقي مرة تانية واستنونا الحلقة الجاية في كل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي اشتركوا في القناة